السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ايها المشاهدون الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر هيا بنا الى موجز الاخبار بدون التأخير قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان بزارته تعمل على تجهز السفارة والقنصلية الايرانيتين في السعودية بهدف اعادة فتحهما موضحا ان هذه الاجراءات ستنتهي خلال الايام المقبلة مصر حريق كبير في سوق في بني سويف اعلنت السلطات المصرية ان حريق كبير نشب في سوق مخصص لمحال الملابس والادوات المنزلية في محافظة بني سويف جنوبي القاهرة وتسبب الحريق في خصائر مادية واختناقات لعشرات الاشخاص ندد رجال دين وسياسيون وعسكريون بريطانيون سابقون بعزم بزارة الامن الداخلي تسفير طيار سابق في القوات الجبية الافغانية الى رواندا بحجة انه وصل الى بريطانيا في احد قبارب المهاجرين غير النظاميين عبر قناة المانش رئيس وزراء باكستان السابق دعا الى احتجاجات على مستفى البلاد مساء الاحادي لكنها فشلت الى حد كبير في مسقط رأسه مدينة لاهور التي انتقل اليها بعد اطلاق صراحه يحيا فلسطينيون ومناصرون للقضية الفلسطينية اليوم الذكرى 75 للنكبة وكلهم تصميم وتمسك بحقهم في العودة الى وطنهم المسلوب مؤكدين ان الحقوق لا تسقط بالتقادم وان ذاكرة شعبهم واجيالهم حية ولن تنسى ولن تتنازل مهما طال الزمان وبلغت التضحيات قالت نقابة السحفيين السودانيين ان النزاع المسلح في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ادى الى تعميق معاناة اوضاع السحفيين في البلاد الذين يعيشون اصلا ظروفا ماسافية واخيرا اشكركم شكرا